اليونان متخوفة من صاروخ غوكهان التركي الجديد بعد نجاح صاروخ غوكسور لتأمين البحار ونظام غوكتان الأرضي التركي مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلاس تم إجراء أول إطلاق تجريبي لصاروخ غوكسور الذي يعتبر نظام الدفاع البحري المحلي لتركيا بنجاح من منصة سطحية تم الاختبار من علامة الكورفيت التركي تي سي جي بايكوز في 16 فبراير قبالة ساحل سينوب في شمال تركيا كما شهد العالم قبل أسبوع الاختبار الأول بالذخيرة الحية لنظام غوكتان التركي المحلي الذي أجرى في سينوب بشمال تركيا أيضا والذي حقق إنجازا كبيرا في مجال الضربات الأرضية الدقيقة وهذا التقدم التركي في المجال الصاروخي جعل اليونان تحذر الدول الأوروبية من بيع صواريخ ميتيور جو جو بعيدة المدى لأن تركيا ستقوم في نهاية المطاف بنسخ الصاروخ بطريقة عكسية وتطويره بشكل أكبر ولكن تركيا فجأت اليونان بصاروخها غوكتان قبل الحصول على ذلك الصاروخ الغربي وبناء عليه ما هي أهمية صواريخ تركيا الجديدة خاصة من نوع غوكتان وما هي فعالية صواريخ غوكهان وغوكسور في ضمان السيادة التركية وما هي الدول التي تسعى للحصول على الصواريخ التركية وما مدى تقدم الصواريخ التركية الباليستية كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو بلاس أود أن ألفت انتباهكم عزاء المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم ونعود لموضوع حلقتنا حيث لدى اليونان مصلحة واضحة في منع بيع أنظمة الأسلحة لجارتها تركيا وهذا ما فعلته مؤخرا عندما حذرت الدول الأوروبية من بيع صواريخ ميتيور جو جو بعيدة المداء التي تنتجها شركة أمبيدا وتدعي اليونان أن تركيا ستقوم في نهاية المطاف بنسخ صاروخ ميتيور وتطويره بشكل أكبر ولم تقتصر التحضيرات اليونانية على صواريخ ميتيور فقط بل ذكرت أوروبا أيضا بعدم بيع مقاتلات يوروفايتر تايفون لأنقرة والجدير بالذكر أن اليونان تمتلك حاليا سواريخ ميتيور والتي حصلت عليها ضمن صفقة شراء 18 مقاتلة رافال من فرنسا مقابل 2.4 مليار يورو وجاءت تصريح الحكومة اليونانية في وسائل الإعلام بعد أن نشرت تركيا أولى الصور لصاروخها الجديد جوكهان العامل بمحرك رامجيت فكما هو معروف تسعى تركيا لشراء 40 مقاتلة من نوع يوروفايتر تايفون الأوروبية مزودة بصواريخ ميتيور وبعد رفض ألمانيا في البداية أعطت برلين الآن الضوء الأخضر لبيع هذه المقاتلات لأنقرة وذكرت صحيفة أكثيم ميريني اليونانية نقلا عن مصادر عسكرية أن تركيا تخطط لاستخدام الهندسة العكسية لصواريخ ميتيور لتحديث صواريخ جوكهان التي تطورها مؤسسة توبيتاك ساجة التركية كما تجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت تطوير صاروخها جوكهان المزود بمحرك رامجيت في عام 2021 ويتميز صاروخ جوكهان عن ميتيور بطول أقصر وبمحرك أكبر ورأس حربي أصغر وهو مزود برأس توجيه راداري نشط وهذا النوع من الصواريخ يصعب تصنيعه محليا لأنه يحتوي على محرك داخلي نفاث ويجب أن يمتلك القدرة على المناورة في الجو عند إطلاقه من الطائرة لتفادي أن يتم إسقطه ويجري تطوير صاروخ جوكهان بالتزامن مع تطوير المقاتلة الشبحية التركية من الجيل الخامس كان التي سبق وأعددنا عنها حلق حيث سيكون بإمكان المقاتلة حملوا الصاروخ في حجرة الأسلحة الداخلية الخاصة بها وفي ذات السيق أعلنت رئاسة الصناعة الدفاعية بالرئاسة التركية قبل سنتين عن نجاح اختبار إطلاق صاروخ جوكهان جو جوه المزود بتقنية البحث الراداري وفي تغريدة على تويتر أكد رئيس الصناعة الدفاعية إسماعيل دمير أن صاروخ جوك دوغان سيضرب الأهداف المرئية وغير المرئية بحسب وكالة الأناظول للأنباء وأشهد دمير بالتجربة الناجحة لإطلاق الصاروخ في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية وأكد أنه سيتم تسليم صاروخي جوك دوغان وبوز دوغان للقوات المسلحة التركية هذا العام وبإنتاجها صواريخ جوك دوغان وبوز دوغان من فئة جوجو تصبح تركيا واحدة من ثمانية دول فقط في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من الصواريخ وفقا لوكالة الأنباء الأناظول التركية وذكرت الوكالة أيضا أن صواريخ جوك دوغان وبوز دوغان تعد أول صواريخ جو جوي تم إنتاجها في تركيا بالقدرة المحلية وتمتاز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناور وستلعب دورا مهما في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية في المستقبل في هذا السيق أجرت شركة السلسان عملاق صناعة الدفاعات التركية أول أطلاق تجريبي بنجاح لنظام الأطلاق العمودي جوكسور VLC مما يمثل تقدما مهما في قدرات الدفاع التركية ويعزز التزام البلاد بحماية مجالها البحري ويعد النظام جزءا أساسيا من نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات في تركيا المعروف باسم الدرع الحديدي مثل ما سبق وشرحنا في حلقة سابقة الذي يساهم أيضا في حماية الأصول البحرية ضد تهديدات الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ المجنحة والمركبات الجوية المأهولة وغير المأهولة والطائرات المقاتلة والمروحيات وتم تطوير جوكسور من قبل شركة أسيلسان وتيبي تاك ساج لتلبية احتياجات البحرية التركية ويتميز صاروخ جوكسور الذي يتمتع بقدرات أداء عالية واتصال مزدوج لاتجاه البيانات وتم تصميم جوكسور بطريقة معيارية تسمح بتكيفه بسهولة معه فرقطات والكورفيتات المختلفة وقد حضى باهتمام كبير في معرض أورو نافال 2024 الذي أقيم في بريز في نوفمبر حيث أبرزت ميزاته المتقدمة وقدراته الاستراتيجية ويتمتع هذا النظام بعدة تكوينات بما في ذلك النظام الأطلاق العمودي جوكسور 100NVLC الجديد المتكون من 20 صاروخا والذي يتميز بصاروخ جوكسور ER هذه التكوينات تعزز الجهزية العملياتية ومرونة القوات البحرية التركية وتشمل ألميزات الرئيسية للنظام جوكسور القدرة على القضاء على التهديدات في جميع الاتجاهات بزاوية 380 درجة والذخائر الموجهة عبر البحث بالأشعة تحت الحمراء من الجيل التالي والفعالية العالية ضد التهديدات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة والقدرة على التعامل مع تهديدات متعددة ونظام تحكم في النيران مدعوم بالذكاء الاصطناعي كما تساهم بنيته المعيارية في تكامل النظام مع منصات ذات أحجام متنوعة مما يسمح بتشغيله بشكل مستقل أو تكامله مع نظام إدارة المعركة للمنصة وتساهم قدرات ربط البيانات في توجيه الصواريخ في منتصف المصار مما يعزز بشكل كبير قدرات تركيا على الدفاع عن مصالحها البحرية بالإضافة إلى ما سبق ذكره شهد الاختبار الأول بالذخيرة الحية لنظام جوكتان الذي أجري في سينوب بشمال تركيا هذا الشهر تحقيق إنجاز كبير آخر في مجال الضربات الأرضية الدقيقة تصمم هذا النظام لتمكين الاشتباك الأرضي حيث نجح في أطلاق ذخيرة تو لون من السلسان محققا دقة عالية في أول اختبار أطلاقا له كما أضافت السلسان الشركة الرائدة في صناعات الدفاعية التركية النظام جوكتان إلى محفظتها الواسعة من الأنظمة الدفاعية المتطورة حيث أكملت بنجاح أول اختبار أطلاق لها مما يبرهن على قدرتها على تنفيذ هجمات بعيدة المدى من الأرض وتم تسميم جوكتان في الأصل لدمج الذخائر المطلقة جوان ولكنه مكن الآن من تكييف تولون لإطلاق الأرض مما يعزز التقدم التركي في مجال الذخائر الموجهة ويشمل هذا الإنجاز خطوة رئيسية في جهود تركيا لتطوير حلول ضربات دقيقة مستقلة عن المنصات مما يعزز قدرة صناعاتها الدفاعية على تقديم تقنيات محلية متطورة تلبي احتياجات ساحة المعركة الحديث بالتالي تركيا تمكنت من تصنيع صواريخ جو جو أي التي تطلق من الطائرات لأهداف جوية مثل صاروخ جوكهان الذي يعمل بمحرك النفاث قادرا على المناورة وتمكنت من صناعة صواريخ أرض جو مثل جوكتان وتمكنت من إنتاج صواريخ بحرية من فئة جوكسور وهذا التنوع في الإنتاج الصاروخي التركي جعل أعداء تركيا في حالة فزع وأولهم اليونين والتي دقت فيها أجراس الإنظار بعد أن تم رصد صاروخ باليستي كينيك التركي لأول مرة عام 2023 وهذا الصاروخ التركي طورته شركة روكتسان كان أول صاروخ باليستي متوسط المدى لتركيا حيث قامت شركة روكتسان التي قامت مؤخرا في مجال الصواريخ الباليستية مؤخرا صاروخ تايفون الباليستي بمدى يزيد عن 550 كم بعد صاروخ تايفون الباليستي قصير المدى ونجحت روكتسان في تطوير صاروخ كينيك الذي يتمتع بتكنولوجيا ومدى أعلى بكثير والذي سيكون أول صاروخ باليستي متوسط المدى لتركيا بمدى يصل إلى أكثر من ألف كيلومتر ولعلمكم الصواريخ الباليستية هي أنظمة صاروخية يمكنها حمل رأس حربي واحد أو أكثر كيميائي أو بيولوجي أو نووي أو تقليدي أي شديد الانفجار بمادة التين تي ويمكن توجيه هذه الرؤوس الحربية إلى أهداف مختلفة ويعتبر هذا الصاروخ خطوة مهمة لتركيا في مجال الصواريخ الباليستية متوسطة المدى MRBM حيث يتراوح مدى هذا الصاروخ في العادة بين ألف إلى ثلاثة ألاف كيلومتر وهذه نقلة نوعية ويقدر مدى صاروخ كينيك بما يزيد عن ألف كيلومتر وقد تم تطويره بواسطة شركة روكتسان التي أقامت بتطوير محرك الصاروخ والوقود ونظام التوجيه الخاص به بوسائلها الخاصة الفريدة ولعلمكم اسم كينيك هو اسم تركي تقليدي يعني الحرب أو المعركة ويستخدم هذا الاسم للإشارة إلى القوة والشجاعة في اللغة التركية مما يجعله اختيارا مناسبا لصاروخ باليستي يعكس القدرات الدفاعية والهجومية المتقدمة لتركيا وبسبب مده الاستراتيجي ولأنه أيضا مزود بنظام توجيه متقدم يضمن دقة عالية في إصابة الأهداف كما يمكنه حمل رؤوس حربية تقليدية أو متفجرات مما يزيد من تنوع استخداماته كما يتمتع بسرعات عالية تمكنه من تجاوز الدفاعات الجوية ولننسى أنه يستخدم تقنيات متقدمة في المحركات والوقود مما يعزز من كفاءته وأدائه وهذا النوع من الصواريخ الباليستية تم التفكير فيه بعد النجاح في إنتاج الصواريخ من فئة جوجو فبعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية في سنة 2022 عن اختبارات إطلاق صاروخ بوزدوغان جوجو الذي يتم تطويره في إطار مشروع جوكتوك تستمر بنجاح تم التفكير بشكل جدي في التوجه نحو الصواريخ الباليستية لأن نجحة تركيا في إطلاق صواريخ بوزدوغان بواسطة مقاتلات الـ F-16 حينها بعد تزويدها بالوقود جو جعلها واحدة من بين ثمانية دول فقط في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من الصواريخ المعقدة وهذا ما أكسب الشركة التركية ثقة أكبر في تصنيع هذا النوع من الصواريخ الباليستية لأنها استراتيجية هي الأخرى وأرجو أن أكون قد ثقت في نقل المعلومة وحسب رأيكم عزائي المشاهدين هل تركيا قادرة على إنتاج صواريخ باليستية قادرة على تجاوز أنقارات أي أكثر من 10 ألاف كيلومتر أم لا وهل يمكن للقدرات التركية الحالية إنتاج صواريخ استراتيجية يمكن أن تحمل رؤوس نووية أو تكتيكية بدرجة كبيرة أم لا أريد أن أعرف أراءكم في التعليقات فأنا أقرأها جميعا وهي تفيدني وتفيد كذلك كل المهتمين بهذا المجال أرجو أن أكون قد ثقت في نقل المعلومة إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا الزر الغرس لتسلكم حلقات عرب شو بلاس أول بأول كان معكم حمدي القروي برنامجكم عرب شو بلاس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر